النادي الاهلي استعاد في مران اليوم الاسنين السلاسي رامي ربيعة وكريم ندفد وصلاح محسن بعد تعافيهم من اصابات مختلفة عنه منها خلال الفترة الفات رامي ربيعة كان اجرى جراحة لازالة خراج في باطن القدم وكريم ندفد كان انهى برنامج لعلاج الطبيعي اللي خضع عليه على مدار الفترة المضاية تمهيدا لتواجده في المباريات وفقا لرؤية الجهاز الفني وصلاح محسن كان خضع لفحص طبي اكد تعافيه وجهزيته للتواجد في المباريات يعني التلاتة جاهزين خلاص لمبارات سيمبا التنزاني بحسب رؤية المدير الفني طبعا مارسي الكولر حلو قال يو ديانجي كمان انتظم في مران الاهلي استعادا لمبارات سيمبا بعد وصوله للقوارة خلال الساعات الماضية كان هو متواجد مع معسكر منتخب بلاده في مالي ورجع خلاص بجاهز مع النادي الاهلي خايب بيبو كابتل خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الاهلي تواصل مع علي معلول زغير ايصر النادي الاهلي عشان يرتب معاه كافة الامور الخاصة بلحاقه ببعثة الفريق في تنزانيا استعدادا لخون مبارات سيمبا معلول هينهي مشاركاته مع منتخب تونس في معسكره الحالي وهيلحق بعد كده ببعثة الاهلي وفي نفس الوقت خايب بيبو هيسافر لتنزانيا بساءة السلساء ان شاء الله برفقة سامير عدل المدير الاداري عشان يرتبوا كافة الامور المتعلقة باستقبال بعثة النادي الاهلي وزي ما أعتبركم بعد كده عني معلول غالبا هيوصل كمان قبل بعثة النادي الاهلي دكتور احمد جبالة طبيب النادي الاهلي قال ان كريم فؤاد لعب الفريق أجرى أشعة خلال الساعات اللي فاتت ونتجتها جاءت مطمئنة للغاية وقال ان كريم فؤاد هيواصل تنفيذ فقرات برنامجه التأهيلي والعلاج الطبيعي عشان يتخلص من الاصابة اللي عنده وفي نفس التوقيت أو في نفس الوقت قال طبيب النادي الاهلي ان السنائي عمر السلية ومحمود متولي يعني هم دلوقتي في مرحلة جديدة من برنامج العلاج الطبيعي وخضعوا لكراسات بدنية وعضلية خلال الساعات اللي فاتت وهم في تقدم مستمر وتقدم كبير للعودة سريعا إلى الملايب ربنا يشفيهم ان شاء الله ده فيما يخص أخبار النادي الاهلي